غموض يلف واقع البلاد بعد ثلاث سنوات من الحرب ووحدها الأوضاع الإنسانية بتفاقمها من تبرز للواجهة الجوع والأوبئة والتشرد والنزوح واللجوء كل هذه المصائر القاسية تلقي بألاف اليمنيين في جحيم لا يطاق لقد بلغت الحرب في تدميرها كل شيء وباتت خلالها عيون الناس في انتظار يقين لا يجي فلا القتال توقف ولا الانقلاب انتهى ولا المجتمع الدولي جاد في وضع حد لكرة النار المتصاعدة هنا مثلا يتدفق الفقراء الذين قضت الحرب على مصادر رزقهم للوقوف على أبواب الجمعيات الخيرية في مشهد يجسد ذروة المعاناة وهنا أيضا تحصل أوبئة ضحاياها وتنتشر بشكل أكبر خاصة مع موسم الأمطار كما تحذر الأمم المتحدة فيما يواجه المصابون بالأمراض المزمنة خطر الموت كل يوم تفيد التقارير الأخيرة للمنظمات الدولية أن كارثة إنسانية باتت وشيكة في ظل تفشي الأوبئة وارتفاع معدلات المجاعة لأرقام قاسية وفق ما أكد منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة وضع زادت المخاوف بشأنه في ظل احتدام المعارك وتصاعد العمليات العسكرية في المحافظات المقتضة بالمدنيين وفي ظل المخاطر التي تتعرض لها المنظمات العاملة في اليمن والتي كان آخرها اللجنة الدولية للصديب الأحمر حيث أعلنت تعليق تحركاتها بعد تلقيها تهديدات من قبل مسلحين مجهولين كما جاء على لسان ناطقها في اليمن بموازات ذلك تعكف فرنسا للتحضير لمؤتمر إنساني بشأن اليمن في السابع والعشرين من هذا الشهر يقول وزير خارجيتها إيف لودريان أن هذا المؤتمر يمتلك أهمية أكثر من أي وقت مضى حيث سيتعين عليه معالجة جميع الصعوبات المتعلقة بالحصول على المساعدات وسيتم مناقشة موضوع ميناء الحديدة باعتباره عنصرا أساسيا في جلب السلع التجارية والإنسانية إلى المدنيين